73% يعتقدون بأن العرب يعني حجم هائل ويمكن أن يكونوا فعالين وإلى ما هناك من هذا الكلام الحقيقة أن هذه النسبة تدل على شيء واحد أن الإنسان العربي مصاب بداية الفانتازيا وبداء العنطريات التي أكل عليها الدهرو العنطريات الفارغة العنطريات الفارغة والفاضية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا العرب يا سيدي اخترعوا أو ابتدعوا أو اكتشفوا السفر ولكن ماذا فعلوا به؟ يوجد من جلس عليه ويوجد من وضعه على رأسه ويوجد من حزم به وراح يهز الصدر والبطن والورك من أجل أن يصوق للعالم على أن الإنسان العربي المعاصر الإنسان العربي الموجود هو يعمل حاجة الإنسان العربي الآن هو مجرد سف ألاف الأصفار على الشمال ألاف الأصفار على الشمال ولا يوجد عنده أي مقومات تدل على أن الإنسان العربي هذا يمكن أن يعول عليه بصناعة أي شيء